السيدك ميديوم الوسط الحامضي بثلاثة نواع من الحامض اللي هو ال H2SO4 وال HCL وال HNO3 ال H2SO4 is the most suitable asset is it has no action on MNO4 and dilute solution يعني يقل لنا حامض ال H2SO4 حامض الكبريتيك هو أنسب حامض ليش؟ لأنه لا يتفاعل أو ليس له تأثير عليما على ال MNO4 في محلول مخفف ال HCL react with a bermignate forming chlorine gas يعني ال HCL حامض ال HCL راح يفاعل ويه ال bermignate اللي هو ال MNO4 وراح يكون لنا شو إنو خلورين غاز اللي هو اللي هو غاز غاز الكلور على وفقهاي المعادل أما ال HNO3 is oxide zinc agent it starts competing with KMNO4 and hence it is not suitable يعني هنانا بالتالي هي غير مناسبة يعني أنسب الشي هو هو ال H2SO4 ليش؟ لأنه ليس له تأثير على ال MNO4 هنانا راح يتفاعل ويه البرمنغنات وهنانا ال HNO3 راح يتنافس ويه للك MNO4 لأنه هو كذلك oxide zinc agent يعني نطينا فراغ is the most suitable acid as it has no action on MNO4 سالب in dilute solution تمام ويطينا H2SO4 و HCL و HNO3 ومثلا يطينا HBR يا هو أنسب واحد واللي ما يتفاعل أو ليس له تأثير على ال MNO4 هو ال H2SO4 هلانا بها يقل لنا in basic or ordinary natural solution يعني بالمحلول القاعدي بس أو القريب من المتعادل أو الطبيعي MNO4 سالب زائد 4H موجب زائد 3A سالب يطينا MNO2 زائد 2H2O الاكوفلاند ويت يساوي موليكولر ويت على كلاثة ليش على كلاثة يعني كلاثة الالكترونات اكتسب تمام والموليكولر ويت هي هاي 52.66 في كلاثة طلعنا الموليكولر ويت اللي هي نفسها مية وثوانية وخمسين اذ strong bay basic solution بالمحلول القاعد القوي اهلان ال MNO4 السالب زائد E سالب يطينا MNO4 سالب 2 يعني يقول لنا MNO4 راح تكتسب الالكترون واحد بالتالي تنتقل من سالب واحد سصير سالب اثنين شقد الفرق بياناتهن بس الالكترون واحد تمام اذن الاكوفلاند ويت هي موليكولر ويت على واحد هاي ما ينحسب اذن الاكوفلاند ويت يساوي موليكولر ويت وتساوي مية وثوانية وخمسين يقول سيملاري 4K2CR207 ان اسيدك هي ميديام اللي اهلانا راح تكتسب 6 الالكترونات بالتالي الاكوفلاند ويت هي موليكولر ويت على ستة الستة هاي تمثل الايتا اللي هي عدد الالكترونات المفقودة والمكتسبة بتفاعلات الاكسادة والاختزال اهلانا ما طول اكتسب 6 الالكترونات يعني الايتا مالتها ستة تمام القواعد اللي لازم نتباحها لتحديد عدد التأكسد هي اول شيء قوة 0 0 يعني Oxidation number of O يعني العدد تأكسد مال O هو سالب اثنين مع عدد البيروكسيدات O2 عدد تأكسد مال تسالب اثنين والسوبر اكسايد O2 يساوينا سالب واحد يعني هنا مثلا يجيب البيروكسيدات أو Oxidation number of O in pyroxides إذ سالب اثنين سالب واحد صفر موجب واحد يهو تختارونه هو سالب اثنين لأن البيروكسيدات يكون لأو بيها سالب اثنين إهلان Oxidation number of Na and K in their compound is موجب واحد لـ Na الصوديوم والكي البوتاسيوم بمركباتها تكون موجب واحد مثل Na C L هنا موجب واحد صالب واحد K C L هنا موجب واحد صالب واحد تمام Oxidation number of compound is always zero عدد التأكسد للمركب للمركبات بصورة عامة دائما هو صفر يعني الصفر هس للمركبات والصفر للعناصر الحرة غير متحدة هذا الصفر الموجب واحد للـ H بمركباته مع عدل هيدريدات يكون صالب واحد O تكون صالب اثنين بالبيروكسيدات O2 جزيئة O2 تكون صالب اثنين والسوبر اوكسايد صالب واحد الـ Na والكي يكون موجب واحد بمركباتهن يقول هنا The Oxidation number of MN in KMNO4 هنا راح يرجع لنا على ما السادس بطريقة الـ X اللي هي الشون اللي هسنا مو الطانة قواعد هاي القواعد لازم نحفظها الطانة KMNO4 تمام هاي الكي ينعرفي جقد هو موجب واحد في عدد الذرات مالاته زائدا الـ M هو X زائدا الـ O جقد الشحنماته صالب اثنين قلنا انه هي بالمركبات مالاته هو صالب اثنين في عدد ذراته يساوي انه صفر موجب واحد زائد X سالب اثمانية يساوي صفر لان سالب اثنين فيه اربعة سالب اثمانية سالب في الموجب سالب الـ X يساوي انه موجب سبعة لان سالب اثمانية و موجب واحد سالب سبعة راح نحول هالي الطرف الثاني شي صير موجب سبعة طلعت انه الـ X يساوي انه موجب سبعة the oxidation number of CR in K2CRO4 and K2CRO7 is راح يطينا عدة خيارات اول شي K2CRO4 غير هاي شي والثاني K2CRO4 CR2O7 تمام الكي نعرفها والأو نعرفها اذا CR هو X الكي اثنين عدد الذرات في الشحنة موجب واحد زائد CR هو X زائد O 4 في الشحنة مات سالب 2 يساوي انه صفر 2 في 1 2 موجب 2 زائد X زائد 4 في سالب 2 سالب 8 سالب في الموجب سالب سالب 8 يساوي صفر اذا X سالب 8 و موجب 2 سالب 6 من نقل هالي الطرف الثاني صير موجب 6 هاي الشحنة مات سالب 2 بالكي تو CR O4 زيان بالكي تو سالب 2 سالب 2 O7 الكي اثنين في الشحنة في الشحنة مات موجب واحد زائد CR هو X بس ش موجود 2 منه 2 X هنانا تمام نضربها في 2 زائد هنانا 7 في الشحنة مات سالب 2 يساوي انه صفر 2 في موجب واحد و موجب 2 زائد 2 X سالب 14 يساوي صفر 2 في 7 14 سالب في الموجب سالب سالب 14 و موجب 2 سالب 12 من نقل هالصر موجب 12 2 X يساوي موجب 12 إذن X يساوي موجب 6 اثنينات هنطلعا موجب 6 هنا موجب 6 وهنانا موجب 6 standardization of KMNO4 solution اللي هو توحيد محلول البرمنغنات البوتاسيوم KMNO4 solution may be standardized by following method يمكن توحيد معايير محلول البرمنغنات البوتاسيوم بواسطة اتباع الطرق التالية أولا using sodium oxalate or oxalic acid AR grade as a primary standard as a primary standard sodium oxalate is obtained in 99.9% purity يعني يقول لنا باستخدام oxalate sodium أو حامض oxalic درجة الـ AR as a primary standard كمحلول قياسي اولي sodium oxalate is obtained يمكن الحصول على اوكزالات الصوديوم بنقاوة 99.9% الثاني using as203 اللي هو اوكسيد الزرنيخ AR grade اللي هي درجة الـ AR ثلاثة using more salt ملح مور استخدام ملح مور يعني هسا اكلت طرق لتوحيد معايير الكي ام ان او فور منه اول شي استخدام صوديوم اوكزالات اور اوكزالك اسد هاي اول شي كمحلول قياسي ثاني شي using as203 والثالث شي استخدام ملح مور تمام standard solution of the oxalate ion is يعني المحلول القياسي الاوكزالات او الايون الاوكزالات هو شنو مميزات المحلول القياسي الايون الاوكزالات اول شي acidified with dilute H2SO4 يعني محمض بحامض H2SO4 المخفف يعني نسبة الحامضية زي دليش بسبب اضافة H2SO4 المخفف ثاني شي warming to about 70 الى 80 درجة سيليزية يعني مسخن الى 70 او 80 درجة سيليزية titrated with KMNO4 solution from the puret adding slowly with constant stirring until the first thing is obtained يعني يقل حيث يتم الحصول على اللون الوردي الاول الوردي هس اول شي محمض بالH2SO4 المخفف ومسخن الى 70 او 80 درجة سيليزية وراح يتفاعل او يتسحح مع KMNO4 من السحاحة شلون بواسطة اضافة بطيئة الاضافة ببطئ والتقليب المستمر على مود يظهر اللون الوردي الاول sodium oxalate when acidified with dilute H2SO4 forms forms oxalic acid يعني اوكزالات الصوديوم عندما تتحمض بحمض H2SO4 المخفف ايش راح تشكل اني راح تشكل اني اوكزالك اسد اللي هو حامض الاوكزاليك الصوديوم اوكزالت راح نخلي لها ال H2SO4 المخفف بالتالي راح يكون اني حامض الاوكزاليك حسب هاي المعادلة